وما هو أثر إعلان إحدى جبهات التنظيم تعيين محمود حسين قائماً بأعمال المرشد الداخلي؟ أهلاً بك وتحياتي الحديثة والمشاهدين الكرام هذا ما توقعناه ويمكن حديثك مع حديثتك في البرنامج في الحوار السابق نعم إنه مش هيسكت محمود حسين على خطوة تعيين محمود الإبياري في جمهة لامة للتنظيم الدولي فبما إن محمود حسين أنا عضو مكتب الإرشاد الوحيد المتبقي يعني فمن حقي إن أنا أنا إيه أبقى قائماً بأعمال المرشد وبالتالي برضو مفاصل للتنظيم الدولي تيبقى في دي أنا مش في دي كومنتو لإنه في اللائحة الداخلية الإخوان أو لائحة التنظيم الدولي إنه بيبقى من 13 فرد منهم 8 من مكتب إلشاد مصر طب ما فيش التمانية فيش اللي محمود حسين وفيه 33 من بقية اللي هو مجلس شورى التنظيم الدولي ده بيكون من بقية الأقطاع يعني التمانية هو واحد بس لموجود ما فيش غيره ما هو بس الوحيد المتبقي طبعاً ده إيه أشعل الصراع إن إزاي وإزاي جبهة لندن اللي كانت بقيادة قبل كده إبراهيم مونير اللي هو كان أمين للتنظيم الدولي إن هم اللي يبقى في إيديهم مفاصل للتنظيم الدولي هو اللي في إيده مفاتيح الأموال ولي في إيده مفاتيح السلطة بقى فمهم جداً إن لازم تضع إيديك على هذا التنظيم حتى وإن كان هذا التنظيم في الفترة الماضية يعاني من تشرزم أو من تفكك لأنه مش بنفس لما أنت عندك المكتب نفسه مكتب الرشاد مفكت مفيش حد فأنت دلوقتي التنظيم نفسه محتاج إعادة صياغة أو إعادة ترتيب زي ما عملت جابت لندن فجابت محمد محمود اللي بياري ليه عشان محمود هو الموجود هو العارف وعرف المسائل التمويلية من زمان كان الأمين المساعد لإبراهيم مونير فبالتالي جابوه عشان يعضده فكرة التنظيم الدولي يبقى لإيه هما اللي يحكموا القبضة على التنظيم الدولي من إيه من خلال جابهة لندن هل خرب أي تعليق أو يعني أي جملة اتقالت من جابهة لندن على تعيين محمود حسين ولا لم يخرج أي تصريح هو بص دايماً بيبقى فيه بيان وبيان مضاب وبعد كده تلاقي القنوات كل بقى إيه كله ينشر إيه يعني فيه بيان مضاب من جابهة لندن حيصدن أنا متأكد طبعاً مش حيسكته إيه لأن في نفس التوقيت لما جابهة لندن بتعمل حاجة بترد على طول جابهة إيه محمود حسين هما اللي اتنين دايماً فيه صراع لأن يعني اللي اتنين اللي فيهم القيادات يعني ومحمود أعلى شوية عشان عضو مكتب إرشاد الباقي أعضاء مجلس شورة فبالتالي الصراع محتدم أكتر من بين الاتنين دولار اللي في المنطقة الوسطى اللي هي الجابهة التالتة اللي هي إيه الكامالين أو التغيير أو المكتب العام دولار إيه ما بين بين يعني بس ما عندهمش نفس الحفوة والقوة بس ما عندهمش نفس الحفوة والقوة بس ما عندهمش نفس الحفوة يا أستاذ إسلام إنه كل جابهة بتحاول تستقطب الكماليين ليها بالزبط بالزبط عشان ياخد برضه حيز من الأنصار ويبهو في صفه يعني ما يسيبهمش كده يعني فده الوضع الحالي ومرشح إنه أصلاً ممكن نلاقي جابها ربعة يعني فده دايداً كما توقعنا أني سنة 23 حتشهد مزيداً من إيه من الإنقسامات ولن تنتهي هذه الإنقسامات ولن يحدث لحمة أو إعادة لحمة كما إيه يحلل البعض إنه إيه يروج لفكرة من يرجع تاني من حاول نوحد الصف فيش الكلام دا لأن الصراع قائم على فكرة من يستحوز على السلطة والكراسي والمناصف في القيادة ومن يستحوز على الأموال أكثر فلا التنظيم الدولي أهم ولذلك أنا أعتقد من ضمن الأهداف اللي جعلت قيادة لندن بقيادة صلاح عبد الحق اللي هو القائم الجديد بأعمال المرشد إنه يحاولوا يلملموا الدنيا في التنظيم الدولي بحيث إن إيه تبدأ القيادة تبقى من داخلهم وقيادة التنظيم الدولي من داخلهم وبالتالي السلطة والنفوذ تكون أكثر في أدين إيه هذه الجبهة طبعا زي ما احنا عرفنا نقطة قوة محمود حسين وارتباطه بالداخل المصري أكثر بكثير من القيادات الموجودة في جبهة لندن ودي الورقة من ضمن الأوراق القوية وهل ارتباطه بالداخل المصري ده يهم جبهة لندن؟ ما هو الفكرة في إيه إحنا كجماعة فيه تنظيم التنظيم ده من اللي ليه سلطة على هؤلاء القواعد والقيادات ما لازم يوفيقي القيادة ده بستمد سلطة منين فهو يهمه أنه الجمهور والقيادات وانت نازل يعني طبعا ما فيش عليا دولاتي وسطى وأقل في أقل تكون تأديم بالولاء لهؤلاء عشان يبدأ ينفذ الخطط والبرامج بتاعته ما مين اللي بي نفذ؟ الأوامر والتكلفات طيب ما هدي مشكلة لجبهة لندن لما يكون محمود حسين بهذه القوة في جبهته؟ ما هو بقول لك عشان كده الصراع محتدم وعشان كده ما قدرتش جبهة لندن منذ البداية مشهم أقاله محمود حسين وقاله لا ده والتاني رده قال لا أنا اللي بأقيل إبراهيم مونين ما يمثلش فعشان كده ليه؟ لأنه عنده قدرة عنده قدرة مالية وعنده قدرة إعلامية يعني مثلا قناة وطن هو اللي يملك الأموال الداخل اللي يارتباط أكثر من الجبهة الأخرى فدي بعض زائد أنه مخزن أسرار الجماعة ده واحد كان أمين الجماعة فده بيبقى مخزن أسرار يعني فعشان كده هو لذلك محمود عزة من مصادر قوته إيه؟ ما كان برضه أمين عام الجماعة فاللي بيوصل لمنصب أمين عام الجماعة بيبقى ده حد يعني رجل حديدي في الوقت يبقى أقوى رجل يعني بالزبط فلذلك عشان كده مش قادرين يزيحوا محمود حسين اللي هي جبهة لندن وهي حاليا كقيادات أكثر كعدد أكثر لكن جبهة محمود حسين لا جبهة لندن هي الأكثر لكن ما زال فكرة التأثير يعني متوازمة بين الطرفين